أحبائي الرسول بولوس مرة أخرى بيكتب من السجن وبيذكر المستمعين والمؤمنين في أفيسوس لأنه خدم ثلاث سنين في هذا المكان وأسس كنائس كثيرة بيتكلم عن حالة الأمم قبل أن يأتي المسيح وبيتكلم بالأوصاف اللي كان اليهودي بيوصف الأممي كان يسمى غرلة يعني الشخص الغير مختون ومعاملات اليهود كان للأمم نظرة دونية ونظرة سلبية إلى درجة كان البعض يقول الله خلقهم ليكونوا وقود نار جهنم وأيضا اليهودي كان يصلي أشكرك لأنك خلقتني يهودي وليس أممي فطبعا ممنوع تتعامل معهم ممنوع تتزاوج معهم إذا يهودي تتزوج بأممية مثلا بيعملوا جنازة بيعتبروا هذا الشخص كأنه مات كليا فالجماعة الغير المختونين كانوا بلا عهد يعني غير عن شعب الله مش بيتمتعوا في العهد اللي كان اليهود بيتمتعوا فيه أيضا وصف آخر يقول أنهم بدون مسيح بالنسبة لليهودي كان بينتظر مجيء المسيح وبالنسبة لليهودي كان فيه هدف في الحياة وفيه هدف في التاريخ فكل التاريخ بيصير إلى مجيء يسوع المسيح ففي حياتهم فيه هدف للتاريخ أما بالنسبة للأمم فكانوا يعتبروا أجانب ويقول كتاب بلا رجاء يعني شخص عاجز ما عندهش أي رجاء أو أي أمل مثل اليهودي في مجيء المسيح في قيامة الأموات في الحياة الأبدية بالنسبة لليهودي المسيح يعني حكم الله فبالنسبة لليهودي كان حكم ثيوقراطي حكم الله على الشعب فبتشوف من خلال هذه الكلمات كان فيه انفصال كامل بين اليهود وبين الأمم وهذه الحالة وصفها بولوس الرسول قبل أن يأتي المسيح